موسيقى أهلا بكم إلى المشهدية وتتابعونا في مشاهدها وفد من الإطار التنسيقي يبحث الملف الحكومي مع القوى السياسية والقوى الأمنية تغلق المنطقة الخضراء بين الشارع والسياسة إلى أين تتجه الأزمة العراقية سيول وفيضانات تغرق دولا عديدة مقابل حرائق وموجات حر تجتاح دولا أخرى من يعيد للكوكب توازنه المفقود دراسة تثبت أن السياسيين يعيشون مدة أطول من عمّة الشعب لماذا تزايدت فجوة الأعمار في القرن الحادي والعشرين موسيقى الانسداد العراقي إلى أين سؤال بات مطروحا بقوة على ضوء دخول ورقة الشارع على الخط من بوابة اقتحام البرلمان رفضا لترشيح محمد شيع السوداني طريق التفاوض سلكه الإطار التنسيقي من خلال تشكيل وفد للتحاور مع القوى السياسية بشأن الملف الحكومي من دون أن ترشح أي إشارة تشي بالتراجع عن ترشيح السوداني كما يريد التيار الصدري ودعوة القوى الوطنية إلى الانسجام في الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات الدستورية وعلى وقع دعوات على وسائل التواصل للمزيد من التحركات الشعبية أغلقت القوى الأمنية المنطقة الخضراء تحسبا للطوارئ فيما برزت مبادرة للحل طرحها رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم دعا فيها إلى تعديل قانون الانتخابات ومواجهة الفتنة والاتفاق على بوصلة الأولويات السياسية فالإخوة الكرد إما أن يتفقوا على مرشح أو يذهبوا إلى مجلس النواب بمرشحين يمثلان استحقاق مكونهم ويتركوا الخيار لما ينتجه البرلمان وفي وقت زمني محدد وقريب كما حصل في اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل قوى الإطار التنسيقي في مستوى عال من المسؤولية ونكران الذات من قيادات الصف الأول وعدد من قيادات الصف الثاني وعلى المقلب الرئاسي تتواصل المباحثات بين القوى الكردية فيما تحاول الكتل السياسية التوصل إلى حل وسط بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين رئيسيين أولا هل يتكرر مشهد الأربعاء وما يضمن وعدم انزلاق الأمور إلى العنف ثانيا أي سيناريوهات مطروحة لرئاستي الجمهورية والحكومية أو الحكومة في العراق نجيب عن هذين السؤالين وغيرهما مع ضيف المشهد الساخن أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور طالب محمد كريم أهلا بك دكتور طالب إذن بعد تصعيد أنصار تيار الصدري بمواجهة محمد شيع السوداني الإطار التنسيقي يشكل وفد للتفاوض لكن ورقة الشارع لم تسقط بعد إلى أين يتجه المشهد في العراق؟ شكرا لك سيدتي الكريمة مساء الخير أنا أعتقد ربما أبدأ من النقطة التي تنابش انتهيت منها بالتالي هي اللجنة التي ستشكلها الإطار السياسي على دعناها برئاسة الفياض وبالتالي هناك ثلاث أعضاء لكن هذه اللجنة طبعا تشكلت من أجل التفاهم مع الكتل السياسية التي ستشارك بالحكومة وبالتالي أنا أعتقد هذه فرصة أيضا أن تكون هناك تفاهمات جديدة هذا السينيوري الأول تكون هناك تفاهمات جديدة مع تيار الصدري ربما هذه التفاهمات تقترب من حلول معينة مطروحة تنسجم مع الواقع العراقي إلى حد ما وبالتالي يمكن أن يسير الموقف بهذا الاتجاه هذا أولا السيناريو الثاني إذا ما تمسك كل طرف طبعا بموقف السيناريو الأول حظوظ السوداني قائمة أم لا في السيناريو الأول التي تحدثت عنه الآن هو هذه أنا أقول عندما يكون هناك حوار ما بين اللجان سيكتشفون المضمون الحقيقي يعني هل المشكلة بالشخص أم المشكلة ربما بمنظومة معينة أو المشكلة بالإطار السياسي بالتنسيق أقصد وبالتالي أعتقد يعني كل هذه الموضوعات يمكن أن يخرجون يعني الجميع إلى حل ما يرضي الجميع إذا ما كانت هناك حوارات شفافة ويكون حوار صريح أنا أعتقد يوم المشكلة ليست في شخص السيد السوداني شخصية السيد السودان كل متفق عليه وهم من سجمين معه ومع تاريخ السياسي وشخصي بالتالي أنا أعتقد أن المشكلة هي مشكلة بنيوية في العملية السياسية العراقية والعلاقة أو نوع العلاقة ما بين الكتل السياسية بحد ذاتها أنا أقول هذا السيناريو الأول السيناريو الثاني إذا ما تمسك كل طرف بموقفه أعتقد ربما هناك سيكون تصعيد والنهايات قد تكون سائبة وكل الاحتمالات مفتوحة وهذه طبعا لا يرضى بها المجتمع العراقي والشعب العراقي ولا أعتقد يرترضي حتى الرأي العام الخارجي ومنظومة دولية بالتالي هناك دول كثيرة تمتلك مصالح في العراق لا يمكن أنه تقبل بهذا الخيار السيناريو الثالث وهو ربما قد يكون حل في نهاية الطريق إذا لم يتوفق أعتقد أنه سيتوجهون إلى المادة 64 أولا حل مجلس النواب العراقي لكن هذه الفقرة الثالثة مرهونة بنقاط ثلاثة الإطار التنسيقي لا يمكن أن يقبل بحل مجلس النواب إلا عندما يكون هناك تغيير قانون الانتخابات هذا أولا نقطة ثانية إلغاء التصويت الألكتروني النقطة الثالثة عادة هيكلية المفوضية المستقلة العليا للانتخابات وبالتالي في كل هذه الأمور إذن نحن أمام أزمة وهذه الأزمة ربما قد تطول إلى فترة معاينة نعم أنا أعتقد أن الإطار السياسي هو قد أنا مشواره حينما قدم مرشحة وبالتالي رمى الكرة في ملعب الكرد بمعنى أنه هناك أيضا يفترض أن يكون توافق واتفاق ما بين الحزبين الكرديين في سبيل أن يطرحوا اسم المرشح سأتحدث عن مرشح رئاسة العراق ولكن قلت أن هناك توافق على شخصية السوداني لا أحد لديه مشكلة أو اعتراض عليه كنت تتحدث عن يعني كل الكتل حتى الكتل الكردية والسنية ما هو موقفها منه أولا السيد السوداني هو زميل لهم وتنسجم يعني بكثير من المعايير التي طرحت يمكن مفصلة على السيد السوداني بالتالي هو إذا كان لا يمتلك جنس يموز دوجه هو من عراقي الداخل هو لديه خبرة سياسية هو لديه أيضا عمل سياسي هو مستقل منذ سنوات يعني أكثر من أربع سنوات هو أعلن استقلالية عن الانتماءات الحزبية وبالتالي كل هذه مؤهلات وأهلة وأنا أعتقد أنه حتى من خلال القيادات يعني السياسية حتى المعارضة للإطار السياسي تقول نحن ليس لدينا أي اعتراض شخصي بقدر ما نحن اعتراضنا على تكوين وتركيبة العملية السياسية سيدتي العزيزة إذا ما عدنا قليلا هو صراع ما بين أطروحتين منذ هذه الدورة دورة 2021 دورة الخامسة طرحت طبعا مشروع أو رؤية سياسية الأغلبية السياسية ويقابل أطروحة التوافق السياسي بمعنى أن المشكلة العراقية يمكن أن تكون من خلال الأغلبية السياسية بسبيل أن يكون هناك إنهاء للمحاصصة السياسية لماذا نقول محاصصة؟ لأن التوافق السياسي يساوي محاصصة السياسية وبالتالي هذه طبعا هي التي وقفت عثرة أمام نمو تنمية البشرية والسكانية والإعمار ومكافحة ملفات الفساد وغيرها من الأمور الكثيرة باعتبار أن هناك توافق سياسي وبالتالي مثل ما يقول في العراق لدينا مثل أسكت عليها وأسكت عليك وهذا الأمر طبعا ربما شنج الموضوع وبالتالي بدأت نقمة جماهرية وحتى أقول كلمة حتى من طرح اليوم موضوع التوافق السياسي هو ضمن الإطار السياسي الشيعي أو التنسيق الشيعي هو أيضا كان يمتلك رؤية الأغلبية السياسية قبل سنوات لكن ما يعتقدون أن هذه المرحلة بالذات هي مرحلة خطيرة لأنها ولدت مشوهة بالتالي لا يمكن أن يكون هناك انتقال سياسي نحو أغلبية السياسية يخشونه قد يكون هناك إقصاء للدور السياسي والميداني في العراق نعم مفهوم هذا الكلام أيضا نعود إلى أزمة اختيار مرشح للرئاسة منذ عام 2006 درجة العرف في العراق على إسناد منصب رئاسة البلاد لكن الخلاف الكردي الحالي طال من دون حسم مرشح متفق عليه فبعد أكثر من تسعة أشهر على الانتخابات ونحو ستة أشهر على انعقاد أولى جلسات البرلمان مازال الخلاف الكردي الكردي مستحكما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول هوية المرشح للرئاسة الخلاف الذي بدأت ملامحه عام 2018 تطور بعد انتخابات عام 2021 مع مطالبة الحزب الديمقراطي بالمنسب وهو ما رفضه الاتحاد الوطني معتبرا أنه انقلاب على التفاهمات الكردية بأن تكون رئاسة الجمهورية من حصته مقابل أن تقول رئاسة اقليم كردستان للحزب الديمقراطي الاتحاد الوطني رشح الرئيس الحالي برهم صالح فيما رشح الحزب الديمقراطي وزير الداخلية الإقليم ريبر برزاني بعد أن استبعد القضاء ورشحه الأول وزير الخارجية السابق شير زيباري الإخفاق في انتخاب رئيس في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد فتح البلاد على أزمة لم تنتهي بعد ولا سيما بعد الفشل في تأمين النصاب في الجلسات التالية فيما أجازت المحكمة الاتحادية بقاء الرئيس الحالي في منصبه حتى اختيار رئيس جديد للبلاد واقع فرض جولات من المفاوضات على وقع تجاذبات استمرت طوال الأشهر الماضية ولم تفضي إلى نتيجة رغم تغير التوازنات بعد انسحاب الصدريين من جديد أعود إليك دكتور إذن هي جولات متتالية واجتماعات متتالية كردية كردية وكردية أيضا مع باقي الكتل السياسية والقواء السياسية للوصول إلى التسوية واتفاق بخصوص الرئيس الجديد أي أفق للمرشحين الذين كنا نتحدث عنهما الآن الرئيس الحالي برام صالح أو حتى ريبر أحمد للوصول إلى سدة الرئاسة وهل هناك من يملك الأغلبية بينهما؟ يعني أعتقد ربما هذه المشكلة ليست جديدة ربما بدأت أو ظهرت بشكل واضح في انتخابات 2018 عندما وضعت حكومة الإقليم حزب الديمقراطي بشكل معلن وضعت الفيتو على سيد برام حتى منع الدخول إلى أربيل وبالتالي كانت هناك أيضا شدة سياسية لكن سلعان ما تمحل حالة الموضوع لكن في هذه الدورة أعتقد ربما الأزمة بدأت تكبر وبالتالي إذا ما أردنا نفكك يعني ما هو الخلاف أعتقد أول نقطة أنه ما يهم الإقليم بشكل عام مع تنظيم العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد هي ربما نقاط ثلاث مهمة جدا ما يهم من القيم أولا الموازنة السنوية التي توفر لهم السيولة المالية والنقطة الثانية هي مشكلة النفط والغاز يعني مادة 110 111 112 بالدستور العراقي وأعتقد ربما النقطة الثالثة هي مشكلة مادة 140 يعني المناطق المختلفة عليها أو المتنازع عليها وبالتالي هنا طبعا أود أن أذكر هذه النقطة المهمة وبالتالي أعتقد أن حزب الديمقراطي هو يدرك أهمية هذه النقاط ثلاث هذه النقاط لا يمكن أن تحل من خلال رئيس جمهورية منصب رئيس جمهورية لأنه المنصب رئيس جمهورية نعم هو بالحكمة والتنفيذية ولكنه منصب تشريفي هو يزهر على الدستور العراقي وغلاق مواد الدستور العراقي لكن هذه الملفات يمكن أن تحل من خلال الوزارات ومن خلال مجلس النواب العراقي لماذا؟ أقول ذلك لأنه باعتبار أنه من يأخذ منصب رئيس الجمهورية هذه تجمع مجموعة نقاط يقلل فرصة في الحكومة الاتحادية وبالتالي إذن سيكون ربما ما يفكر به جانب السياسي مثل البارتي سيوقع عليهم ضررا كبيرا هم يفهمون ذلك وبالتالي لا أعتقد لديهم مشكلة مع حزب الاتحاد الوطني كحزب أو مكتب سياسي هم مشكلتهم مع ترشيح السيد برهام صالح يعني بمعنى إذا ما الاتحاد الوطني قدم اسما بديلا وبالمناسبة هو حزب الاتحاد هو قدم اسمين بحسب نظام الداخلي صوت على اسمين سيد برهام والدكتور لطيف وبالتالي إذا ما استبدل سيد برهام بالدكتور لطيف أعتقد أن الأمور ستمشي وتسري لكن أنه اليوم بخطاب السيد الحكيم عندما أعطى رسالة قوية يعتبرها مباشرة إلى الحزبين الكردين على أن ينهوا هذا الجدل ويتوجهوا إلى مجلس النواب بمرشحهم أو يتركوا الخيار لمجلس النواب في التصويت أعتقد هذا الموضوع ربما سيحرك الماء الراكل وبالتالي يمكن أن سيكون هناك حلا قريبا اليوم سيد عمار الحكيم أيضا طرح مبادرة من عدة نقاط أبرزها تغيير قانون الانتخابات دعوة الأكراد للاحتكام للدستور إما باختيار مرشح واحد أو الذهب نحو البرلمان بمرشحين وأيضا دعا إلى مجابهة الفتنة ووقف خطاب التحريد مثل هذه المبادرة هل يمكن أن تشكل مدخلا للحل؟ لا أنا أعتقد طبعا اليوم هي كانت رسالة ربما شعبية جماهيرية وهذه الرسالة أكثر ربما من هدف أولا الحضور الشعبي والنقطة الثانية أن هناك خطاب سياسي بمعنى هذا الخطاب السياسي يفترض أن يقابل بخطاب سياسي يعني بمعنى أن يكون هناك نقاط واضحة حتى في سبيل أن يكون هناك اتفاق على هذه النقاط سواء كان معارض أو كان مشارك وفي كل هذه الأجواء التي نعيشها وهذه الأزمة ربما قد تشهد تصعيد خلال هذه الأيام أعتقد أن هذا الخطاب سيقع ربما في فضاءات إعلامية وربما ما بين النخب أما على مستوى الواقع لأن باعتبار هناك جماهير تمثل كتلة جماهيرية كبيرة جدا وكان تمتلك أكثر من 70 مقعد داخل مجلس النواب 73 مقعد وبالتالي سحبت من مجلس النواب لكن انسحاب من مجلس النواب لا يعني الانسحاب من المشهد السياسي دكتور لأن الوقت دهمني هناك من يحذر من انزلاق الأمور في العراق للأسوأ للدم بالتحديد هل هناك مبالغة بهذه التحذيرات لا 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 أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الموضوع بتاتا ومطلقا هم كل القادة هم واعين ومدركين للحالة العراقية وبالتالي يشعرون ما يشعر بالمواطن البسيط لا أعتقد ربما سيكون أزمة سياسية نعم ونحن نعيش أزمة سياسية لكن لا يمكن أنه تمتداد الأزمة إلى صدام نتمنى ذلك كل الشكر لك دكتور طالب محمد كريم أستاذ الفكرة السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد على وجودك معنا مشهد اليوم مناخي بامتياز حيث تعصف بالكوكب ما توصف بالفوضى المناخية فتضرب الفيضانات وسيول بلدانا عديدة لسيما الإمارات وإيران وباكستان والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية فيما تشتعل النيران في غابة دول أخرى ولسيما المغرب وإيطاليا وفرنسا وألمانيا اللافت أيضا أن بعض الدول تشهد حرائق في مناطق وفيضانات في مناطق أخرى كما هو الحال في الولايات المتحدة وإيطاليا على سبيل المثال دراسة نشرها موقع أكسيوس أظهرت أن موجة الحر التي شهدتها بريطانيا مؤخرا كان من الممكن أن تكون أقل حدة بعشر مرات لولا تغيرات المناخية الجسيمة التي أصابت الأرض محذرة من أن عواقب تغير المناخ قد تكون أسوأ مما كان متوقعا السياسيون يعمرون أكثر من عمد الشعب نتيجة لافتة توصلت إليها دراسة نشرتها جامعة أكسفورد تضمنت بيانات بشأن الأعمار لعشرات الآلاف من 11 دولة بينها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة للمزيد معنا أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية دكتورة تيريس سيف التي تنضم إلينا من بيروت ولكن قبل الحوار نتعرف أكثر إلى ما جاء في الدراسة ونعود ترجمة نانسي قنقر أهلا بك دكتورة تيريس سيف يعني في البداية السؤال الأبرز لعله الذي يدور في أذهاننا لماذا يعيش السياسيون عمرا أطول من عمر الشعوب أهلا بك أهلا بكل المشاهدين وهذا الموضوع كتير يعني فكروا فيه المجتمع ككل يعني بس اللافت هون أنه ما فرقنا كتير بين المجتمع الدول العالم والمجتمع العربي وخصيصا المجتمع اللبناني أو غيره ممكن بشكل عام نعم الرجال السياسيين يعني بيتمتعوا يمكن بإدراء عالية أنه يكون عندهم رعاية صحية خاصة فيهم يكون عندهم نظام رذائق خاصة فيهم يكون عندهم أقل من التوتر والمرض يمكن للسرس العالمي اللي هو المسبب الأول للوفاة يمكن كل هؤلاء العناصر يساعدوا أنه رجال السياسي التي يتمتعونها بالاستقرار ورفاهية وراحة أنه يعمروا أكثر من عامة الشعوب إذن هذه الدراسة ليست محصورة فقط هي محصورة في السياسيين ولكن يعني يمكن أيضا تطبيقها على كل من يملك رفاهية نوعية حياة مختلفة وجيدة طيب مفهوم في الدول النامية أو دول العالم الثالث أنه هناك مزايا يعني يحظى بها السياسيين توضع في خدمتهم وهي غير متاحة لعامة الشعوب ولكن كيف نفهم نتائج هذه الدراسة وهي في الدول المتطورة يمكن نحن الدراسة لذا النتيجة بدأت تكون متشابهة جدا لأنه نحن نعرف بالدول النامية يتمتعون السياسيين أكثر برفاهية وراحة وباستقرار أكثر في الدول النامية ربما تكون هناك فجوة أكبر فجوة أكبر لأنه بكل بساطة الأحقية أو القدرة على الحق الصحي يعني يصير فيه علاج لعامة الشعب صحيا أقل بكتير من قدرة السياسيين وهذا الشي والقوانين ما بترعى وما بتهتم بحقوق الإنسان وما لمدة نحن سمعنا أنه توفى رجل سياسي على باب المستشفيات وأنما نحن منشوف بالدول كتير أنه في بعض المواطنين أو أطفال أو بكل فئة العمرية ممكن يوصلوا على المستشفى وما عندهم هالإدراء أنه هنا يقدروا يتحكموا الفجوة أكبر بكتير بالدول النامية نعم لأنه ما في عنا حقوق أو قوانين تراعي حقوق الإنسان بالشكل على السعيد الصحي وعلى السعيد الاجتماعي وعلى السعيد حتى العيش الكريم وأهم شيء العنصر يلي بيتمتعوا فيه الرجال السياسيين خاصة في المجتمع العربي والدول النامية يلي هي السلطة يلي نحن ما بنشوفه كتير بالدول العالم أنه القانون يحكم هناك إنما في هذه الدول السلطة ونعرف نحن السلطة بتعطي كتير مثل زخم وتعطي كمانا positive vibes للإنسان ممكن كتير تباعد الاسترس عنه ونعرف نحن مرض الاسترس إذا هو عالمي وهو مرض كتير خطير وعنده أثار سلبية على جسم الإنسان إذا ما عاش بهذا الاسترس وما عاش بهذا الضغط النفسي والفكري ممكن كتير السيستام يعني الإمنتات طبعه يعني يكون عنده مناعة وضد الأمراض وضد الفراس اللي عايش فيه هذا شيء بيعطيه أكتر صحة بيعطيه أكتر رفاهية بيعطيه أكتر أنه يعيش بطريقة أحسن بكتير يلي يتنعكي السلبة على عامة الشعب يلي ما بيمتلكه ولا السلطة ولا دعاية حقيقية ولا متابعة ومراقبة من الأطباء بشكل سليم ولا تغذية حتى جيدة نظام غذائي نظام غذائي صحيح نظام غذائي نعم طيب اللافت أيضا أنه الدراسة تقول أنه الفجوات التي كانت ضمن النتائج هي الأعلى منذ 150 عام نحن نتحدث أنه في ذلك الوقت قبل 150 عام كان زمن العبودية ومع ذلك لم تكن الفجوة مرتفعة مثل هذا الوقت على الرغم من الحديث عن أنه العالم أصبح أكثر عدالة أكثر مسواة وأكثر تطور كيف نفهم ذلك نرجع منقول يمكن قديما ما كان في عندهم أسلوب حياة أو نمط حياة نمط عيشة من عيش البونار والسعادة والرفاهية وشفت أنت بعض الدول أطلقت واتكرت شيء اسمه وزارة السعادة يعني نحن هذا الأرمان يلي إذا يعيش الإنسان يعيشه بطريقة كيفية تنعيش بأي طريقة منعيش بطريقة أحسن منعيش أطول فله السبب نحن صار في عنا بهذا إذا بدقول أنا بوقتنا المعاصر هلأ في عنا التكنولوجيا أكتر صار في عنا وسائل الترفيه أكتر هيد الفجوة بدأت تكبر أكتر يعني طبعا لأنه قديما ما كان في عنا وسائل عنيها هلأ عم بحكي أنا من كل النواحي وعلى كفة المستوات ممكن هذا العنصر يلعب دور كتير كبير بالفاركة اللي موجود من قبل له هلأ نعم طيب دكتورة يعني في الدول التي تعاني من أزمات كيف يمكن للأشخاص أن يعني يحصلوا على الحد الأدنى إن صح التعبير من الحياة الجيدة التي تساعدهم على أن يعيشوا حياة الأطول للأسف في بعض ما نقدر نعم حتى إذا نحكي عن دول النامية حتى في هذه الدول أو الدول العربية حتى ما نقدر لأنه هناك تفاوت ما بين الحقوق والواجبات ما بين النظام الغذائي والصحي والرعائي على كل المستويات ما نقدر كتير نعم ولكن أنا في إشحاف بحق بحقوق الإنسان بهذه الدول عم نرجع ننتقل على الأمن الاجتماعي الذاتي الأمن الصحي الذاتي اللي قادر أنه يتحكم بيروح على المستشفيات اللي قادر يكل بشكل صحيح وسليم عم بيقدر هيدا الموضوع عم بيصير فردي نحنا صرنا بمجتمع انفيدياليس من سمي يعني فردين فالمشكلة الأكبر أنه هالفجوة عم تكبر وعم بيكبر الظلم أكتر ولا عدالة بتوزيع الحقوق على جميع الناس بشكل متسابق أنا بالنهاية المسؤول عني هو يعمل خدمة لخدمة المواطن وليس له سلطة على المواطن شكرا جزيلا لك دكتورة تيريس سيف أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية على وجودك معنا شكرا لكم مشاهدين على المتابعة بهذا تكون اكتملات المشهدية لهذه الليلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة